كاميرا المراقبة سجلت هذه اللقطات لسيارة في مغسلة السيارات إنها مرحلة جديدة من سرعة الغسيل مدير محطة الغسيل أخبرنا أن رجلا مسنا يبلغ من العمر 94 عاما دفع لغسل السيارة ومن ثم حدث شيء غريب السيارة عبرت منطقة الغسيل بسرعة 60 كم بالساعة ففاجأت عمال المحطة لننظر لهذه الموظفة لدقيقة كانت مبتسمة وبعدها أصبحت خائفة قالت له توقف توقف وفي آخر ثواني قفزت من طريق السيارة السيدة الموجودة بداخل سيارتها بمنطقة تشفيف السيارات خرجت قبله بخمس ثواني فقط لم يصب أحد بأذى وفقا لمحطة الغسيل فإن السائق المسن لم يرفع قدمه عن البنزين الأضرار تقدر بمئة ألف دولار ولكن تم إصلاح أغلبها كان من المحتمل أن يكون الأمر أسوأ الأشياء ممكن تصليحها فهناك تأمين لهذه الأشياء لكن سلامة الناس أهم شيء ترجمة نانسي قنقر